ده الجون التالت وانا هميني في الجون التالت مش الجون الخارسة كاريه في مباراة المصر الناس تتذكر تتذكر الهدف بتاع كريم فؤاد الثلاثي ده الثلاثي اللي موجود ده نفس الوقفة مع اختلاف الادوار اللي حطها المرة اللي فاتت ودخل من الجناح اليمين كان كريم فؤاد مش احمل عبدالقادر اللي كان واقف على الثمنتاشر مكان قفشة كان احمل عبدالقادر لكن هي نفس الوقفة بنفس التحركات هينزل صلاح محسن ماشي الفريم اللي بعد هينزل كربون الراجل تنزل استلم سندهاله الراجل دخل اعتمد على نفسه كممكن يرجع على الصلاحة أو كممكن يحطها لقفشة تاني الراجل اعتمد على نفسه وحطها في الدقيقة فانا هميني اكتر من الجون والمهارة الفردية بتاع احمل عبدالقادر يهميني انه شغل محفوظ دول دي جايين من عالدكة ده اسعب ده اسعب بكتير من اللعيب اللي سيتبل اللي عادت حفظهم وهنشتغل كذا وهنعمل كذا في الماتش ده العيبة تلاتة تلاتة نزل من عالبنش لو انت نازم متساستم انت عارف انت هتعمل ايه بالزبط الادوار التكلفات الدوافع اللي عيب يبقى جاهز قبل ما ينزل كل ده شغل مدير فانا اللي بعد دي اخر لقطة فيما يتعلق بهجمات النادي الاهلي وانا بقولك وانا قاعد بشتغل على الوقت في الوقت اتضيق ما بين الماتش وما بين الحلقة بتشغل معانا انت يا جيمي في حد دي ان الماتشات بتخلص انا بقيت قاعد كل ما اطلح حالة انت بتربط ده دايما بالعلم بيقول ايه هي كرة بقت علم اي حد بغير مدرك لده بقى فيه مشكلة ما بقيتش في حاجة كرة هي كرة بتاعت زمان اللي هي بتمشي زي ما تمشي ما بقيتش موجودة فلما تيجي تلاقي الراجل تطبيق العلم ده بقى اصحب حاجة سهل تقوله سهل اقعد انا اشرحوا دلوقتي ده سهل اي حد ممكن يعمله انما الصعب تطبيقه في الملعب انك بتربط كل حاجة وكل طريقة علمية للحصول للحصول على شكل مثالي للهجمة او استخلاص الكورة او الحالة الدفاعية او مراحل بناء الهجمة كل ده صعب جدا تطبيقه الحاجة بجي ده اوي المرسل كولر تاني لا بتكلم على ان المنافس قوي ولا انه الاهلي تلاتة ملالكة ممكن يكسب تمانية خالص انا بقوله شابو على الافقار وتطبيقها اللي صعب اللعيب المصري اللعيب موهوب اللعيب عنده قدرات لكن الالتزام التكتيك ده اصعب حاجة بيوصلها اللعيب المصري لما تلاقي اللعيبك تتحرك بالدنامي كده دي تحية كبيرة احيانا بعض الناس تتخيل ان الكورة بس مهارة او طريقة لعب ويقولك اصلا يلعب اربعة اتنى تلاتة ولا اربعة اتنى تلاتة واحد ولا اربعة اتنى ولا اربعة اتنى هاي الفكرة هو حجم التطبيق في الطريقة هيكون عاملة ازاي الادوار والافكار والتطبيق ثلاث حاجات افزا يا ماتش السوبر بطلع حاملها لموديل الفاني اقول له انت مجهزت عاش لعبتك لعبتك ما كانتش بافضل حال التجهيز نفسه مهم جدا عشان توصل الكلام ده انه تطبق في المرحة ممتاز